النهاردة عندنا احداث كروية مهمة جدا 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 الابرز والاهم هو لقاء النادي الاهلي لقاء الاهلي والتحاد العاصمة السوبر الافريقي ان شاء الله النادي الاهلي يتوج ببطولة جديدة رفقة مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي الحقيقة لو اتكلمنا عن اللقاء ده اتكلمنا عن البطولة دي فنقف قدام كذا رقم مهم جدا الرقم الاول انه صاحب الرقم القياسي في تحقيق هذه البطولة هو النادي الاهلي عنده تمن ألقاب اللي مخلينا بإذن الله متطمنين بتتويج الأهل بطل مصر والذي يمثل الكرة المصرية في هذه البطولة متطمنين لتتويجه بالبطولة دي بإذن الله بعيد عن الفورق الفنية اللي على الورق لأنه في الملعب قصة ثانية لكن على الورق الفورق الفنية بإذن الله كبيرة ما بين الأهل وبين فريق اتحاد العاصمة اللي بنكن له كل الاحترام وكل التقدير واحد طبعا من أهم الفرق في الجزائر ولكن اللي شفناه السنة اللي فاتت من فرقة الأهلي وشفناه من مارسيل كولر اللي أخذ العلامة الكاملة حقق الفول مارك في كل البطولات اللي خضها على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي سواء بقى بطولات أفريقية بطولات محلية مارسيل كولر قادر أنه يخرج من القيمة الحالية في النادي الأهلي أحسن وأكبر وأفضل مرضوط ممكن أداءا ونتيجة وده اللي الأرقام بتتكلم عنه أن الراجل خض بطولات قدر يحقق كل بطولات اتنين سوبر بدايته كانت سوبر وانهيته مع الأهلي السنة اللي فاتت في الموسم اللي فات برضو فانش بسوبر سوبر مصري كسب دوري أبطال أفريقيا كسب الكاس كسب الدوري المصري يتبقى لي السوبر الأفريقي إن شاء الله تكون المرة الأولى للمارسيل كولر وتكون المرة التسعة للنادي الأهلي عشان يتوجب هذه البطولة وبمناسبة الأرقام وبمناسبة تحقيق المدربين لهذا اللقب المهير الفني صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب هذه البطولة هو من والجزية عنده أربع ألقاب يلي بيتسو موسيماني طبعا الأربعة بتاعه جزية كلهم مع الأهلي تلاتة بيتسو موسيماني اتنين منهم مع الأهلي لما كان بيقود الأهلي ولقب مع سانداونز لما كان بيقود بيتسو موسيماني فريق سانداونز على فكرة كان من الأرقام المهمة جدا اللي تحصل النهاردة إن شاء الله لما النادي الأهلي بإذن الله يوفق ويفوز بهذه البطولة إن رامي ربيع واحد من كباتن النادي الأهلي لو حقق اللقب النهاردة يوصل إنه يتساوى مع النجوم كبار وكباتن كبار في النادي الأهلي هما أو هما وقل جمعة وحسام عشور اللي عندهم برضو أيضا خمسة ألقاب في حالة تحقيق رامي ربيع اللقب بتاع النهاردة يتساوى معاهم بنفس الرصيد عشان يكونوا هما التلاتة اللي عندهم خمس ألقاب من السوبر لأفريقيا رجع وقول لحضراتكم المعطيات على الورق بتقول إن لعيبة النادي الأهلي في أحسن حالة فنية وذهنية وبدنية عشان إن شاء الله في اللقاء اللي هيتلعب النهاردة سيبتدي الساعة 9 مساء على أستاذ مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية مملكة العربية السعودية الشقيقة إن شاء الله النادي الأهلي يكون فيه أتم استعداد للفوز بهذا اللقب وهذا اللقاء هقول لحضراتكم سريعا قائمة النادي الأهلي في هذا اللقاء على فاكرة اللقاء هيكون من 90 دقيقة في حالة التعادل هيتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجحية قائمة النادي الأهلي في حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شبير خط الدفاع محمد هاني علي معلود رمي ربيع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم خط الوسط مران عطية أليو ديانج إمام عشور ريدا سليم محمد مجدي أفشا بيرسي تاو حسين الشحات أحمد عبد القادر وطهر محمد طهر الهجوم صلاح محسن ومحمود كهرباء دي القايمة إن شاء الله دقايق يكون معنا التشكيل وهقول له حضراتكم اللي أعلن عنه مرسل كولر تم استبعاد أنتوني مودست المهاجم المحترف الأجنبي اللي لسه جاي لعدم الجاهزية كريم الدبيس بالإضافة لمحمد كريستو أحمد دبيل كوكا مصطفى مخلوف الحارس الثالث عشان قيمة إليه تبقى 18 لعب كما تنص لوائح الاتحاد الأفريقي سواني إن شاء الله دايقوا مع حضراتكم التشكيلة اللي أعلن عنها مرسل كولر عشان يخوض بيها ويبتدي بيها هذا اللقاء إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه البطولة وهذا اللقاء اللقاءات الكبرى هي عنوان النادي الأهلي دائما وأبدا الأهلي بيبقى حاضر بشخصيته باسمه بتاريخه بأداءه في الملعب في كل اللقاءات والمناسبات الكبرى تحديدا مع مرسل كولر الحياة الرجل ده جماعة أنا بشوف وقلت الكلام ده كتير وعيده وزيده لأنه هو فعلا واحد من أهم المدين الفنين لجوم مصر هو الصفقة الأهم اللي أبرمها النادي الأهلي الموسم اللي فات طور شكل الفريق على نواحي وعلى مستوات عديدة جدا على مستوى الفني النادي الأهلي بيعمل معاه أو بيلعب معاه ورح حلوة جدا وفي نفس الوقت بيكسب مش بس نتائج نتائج وأداء الحاجة التانية فارض شكل من أشكال العدالة الجميلة جدا والروح الحلوة جدا جو درسنج روم فده بين ومنعكس على روح اللعيبة مع بعض وعلى أداء ونتائج النادي الأهلي إنه لما تشوف التشكيلة اللي اتدى بيها مارسل كولر بداية مهمته ومشواره مع الأهلي وتشوف المرحلة اللي فنش فيها أو نهاية الموسم هتلاقي أسماء غير الأسماء وده يدينا انطباع إنه طول الوقت الراجل بيدي الفرصة للمتقلق اللي بيكتهت في التدريبات اللي بيشتغل اللي بيحقق بيديره الفرصة إنه يلعب ويشتغل وياخد فرصته من العدلة جول درسنج روم ومحبب اللعيبة في مارسل كولر اللي ما بيشاركش قبل اللي بيشارك لأن اللي ما بيشاركش عارف إنه هو باجتهاده وبشغله وبتعبه هيلاقي لنفسه مكانه ممكن يبقى موجود بمنتهى السؤولة الحاجة التالتة والأهم إنك ما سمعتش السنة اللي فاتت عن أي مشكلة تخص إن فيه لعيبة لما ما بتلعبش أو لما بتصاب أو لما بتكونش في مستوهل فالأهلي بيتأثر تأثر سلبي شديد لا بالعكس إنت مهم ما كانت أسماء موجودة مش موجودة الرجل عامل روتيشن الرجل بيلعب كل الناس قادر يخرج من كل لعيب أحسن نسخة وفورمالي فحتى لو فيه بعض اللعيبة والأسماء المهمة ما كانتش موجودة إنت بتحسه وبتلاقي الأهلي ظهر في أحسن شكل ممكن التشكيل بقى الرسمي اللي علن عنه ومرسل كولر عشان يبتدي بيه لقاء اليوم إن شاء الله النهاردة نهائي السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي قدام اتحاد العاصمة في حراسة المربى محمد الشناوي خط دفاع علي معلول محمد عبد المنعم رامي ربيعة محمد هاني خط الوسط مروان عطية أليو ديانج إمام عشور خط الهجوم حسين الشحات محمود كهربا والظهور الأول للمحترف رضا سليم رفقة نادي الأهلي تشكيل متوازن جدا جيد جدا وطبعا الظهور الأول كمان لإمام عشور واحد من أهم صفقات النادي الأهلي السنة دي في أول ظهور ليه أمام التحدي العاصمة إن شاء الله يكون تشكيل موفق يكونوا موفقين في أرض الملعب وإن شاء الله نبادك للنادي الأهلي مع نهاية حلقتنا النهاردة